موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أفادت مصادر أمنية عن اغتيال مسؤول في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء في محافظة مأرب وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين اغتالوا مستشار وزير الدفاع اللواء محمد الجراد في منطقة حصوان آل جلال خارج مناطق الحزام الأمني كما قتل في الحادثة أحد مرافقي المسؤول العسكري شنت ميليشيا الحوث الإرهابية حملة عسكرية جديدة بهدف الاستلاء على أراضي زراعية تابعة لمواطنين في إحدى قرى مديرية أرحب شمالية العاصمة صنعاء وطبقا لمصادر قبلية فإن عناصر الميليشيا بقيادة الإرهابي عبدالولي قنبور قامت بتطويق مناطق بوسان وبيت فراس واقتلعت عشرات الأشجار بهدف نهب مزارع المواطنين بالقوة بمزاعم أن الأراضي تعود ملكيتها لإحدى حفيدات الإمام الكهنتي القاسم أقدم قيادي في ميليشيا الحوث الإرهابية على إحراق سلال خاصة ببيع الأسماك يمتلكها نازحون من أبناء محافظة حجة وقال مصدر محلي إن الإرهابي منتحل صفة مدير أمن حجة محمد صغير سلبة أحرق سلال أسماك لعدد من النازحين من أبناء حرض وسط سوق حجة وذلك على خلفية رفضهم دفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل الميليشيا الكهنوتية قتل ثلاثة أشخاص اليوم إثر اشتباكات بين مسلحين قابليين في محافظة شبوة التي تشهد انفلاتا أمنيا وانتشارا واسعا للجريمة منذ سيطرة ميليشيا الانتقال عليها في أغسطس الماضي مصادر محلية قالت إن شخصين قتلا عقب اشتباكات قبلية وسط مدينة نصاب بعد خروج الأطراف من اجتماع للمجلس الأهلي في المديرية فيما قتل شخص ثالث نتيجة ثأر قبلي في مديرية مرخة قالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني قال إن تراجعا حادا يشهده التسجيل في الجامعات الحكومية والأهلية خصوصا التخصصات التربوية والعلوم الإنسانية والأدابة هذا العام وأرجعت المصادر أسباب التراجع إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسر طلاب وأخرى متعلقة بطبيعة سوق عمل التخصصات بحسب موقع يمن شباب نت دمتم وعدام اليمن بألف خير إلى اللقاء